ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية اليديدة الاجتماع السابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لصدافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من أجل متابعة جهود الوزرات في التحضير للمؤتمر والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ وخلال الاجتماع أشار دكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم غدا الخميس إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ موجها بتشكيل مجموعة عمل مصغر للصياغة خطة التحرك المستقبلية وذلك مع مؤسسات تواجهات التمويل الدولية في إطار جهود جذب التمويل المطلوب للمشعاعات المصرية صديقة البيئة والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر